رئيس هيئة الاستثمار السابق سالار أمين ينضم لقائمة الملقى القبض عليهم بعد تلقي إشارة مهمة أنه سيغادر العراق إذ تؤكد لجنة مكافحة الفساد أن هذه الحملة ستكون بوتيرة أسرع وأوسع خلال الأسابيع المقبلة النتائج التي سجلت الآن لهذه اللجنة وإن كانت الأسماء لم ترتقي إلى أسماء كبيرة جدا لكنها من الأسماء ذات الحجم المتوسط ولها أهمية كبيرة جدا باحتبارها من الدرجات الخاصة والقاء القبض على هذه الأسماء وفعلا أن تكون نتائج إيجابية من مجلس القضاء باتجاه هذه الأسماء ملفات عديدة بدأت تفتح إذ يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بعمل اللجنة خصوصا بعد استعانتها بـ 25 محققا وأكثر من قاض ونائب مدعي عام للإشراف على إجراءات التحقيق قضية المتابعة قضية جادة جدا وهو ما أخاف عدد كبير من المسؤولين السابقين الذين ينون السفر لكنهم في نفس الوقت أخذت خطواتهم باتجاه تسمية العديد من عقاراتهم بسم أبنائهم أو زوجاتهم قوة تنفيذية خاصة بإصدار أو خاصة بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من مكافحة الفساد والمحكمة المختصة بها في التعاون ما بين جهاز مكافحة الإرهاب مثلا جهاز المخابرات العراقي جهاز الأمن الوطني وتأتي التأكيدات من لجنة مكافحة الفساد أن المرحلة المقبلة ستشهد الإطاحة بعناوين أرفع بكثير ومناصب ممن ألقي القبض عليهم وفق مذكرات قضائية وأدلة ثبوتية من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية